كعادتها أسعار الخضر تعرف عدم استقرار حسب الوفرة والإنتاج وعوامل أخرى تتحكم في السوق بعض أنواع الخضر الأكثر استهلاكا عند الجزائريين على غرار البطاطا تعرف هذا الموسم وفرة في الإنتاج وهو ما وقفنا عليه في سوق الجملة للخضر والفواكه ببقرة أجمالي تكاليف التاجر قد يكون لها أيضا دور في تحديد سعر المنتوج شح الأمطار أو وفرتها عامل مهم في التحكم في أسعار السوق آخر حلقة قبل وصول المنتوج إلى المستهلك هنا نخص بالذكر التجار التجزئة الذين يرون أنه من غير المعقول ثبات أسعار الخضر بسوق الجملة وأن تحديد ثمنها بمحلاتهم يرتبط ارتباطا وثيقا بثمن السلع التي يقتنونها منه حسبهم اختلفت الأسعار ومعها الأراء بين من يرى أنه يرى وأنها مناسبة وفي متناول الجميع ومن يرى عكس ذلك ويبقى العرض والطلب أهم عامل يتحكم في أسعار السوق ترجمة نانسي قنقر